كنت تتكلم شيخنا عن أنه كل ما يحدث في الأرض من الرحمة الإنس والحيوانات وغيرها هي رحمة واحدة من 99 رحمة إن لله في حديث مسلم صحيح مسلم لله مئة رحمة أنزل رحمة واحدة وأمسك عنده 99 رحمة لعبادة يوم القيامة هذا كل هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى فمن هذه الرحمة الواحدة يتراحم الخلق الرحمة والعطف كله برحمة واحدة فمن هذه الرحمة يتراحم الخلق حتى أن الفرس تخشى على وليدها أن تصيبه شف ولماذا خص الفرس بالذكر من غير الحيوانات قال ابن أبي جمرة الأندلسي رحمه الله خص الفرس بالذكر طبعا تخشى أن تضع حافرها على ابنها خاشية أن تصيبه فشوف أن أبي جمرة قال نكتة لطيفة في هذا المعنى قال خص الفرس بالذكر لأنه عرف عنه الخفة وسرعة التنقل أي فشوفوا رحمة واحدة هي من يتراحم بها الخلق هذا يدل على رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده وهذه فيها بشارة يا شيخ نعم إذا كان رحمة واحدة نرى كيف حرص الأم على ولدها والأب وربما حتى الآخ على أخت والأخت على أخيها وما إلى ذلك كيف تسعي الرحمة لا زالت تنتظر أعطيهم بشارة أخرى شيخ نبيها البشارات إمرأة تأتي تبحث عن وليدها في غزوة أحد وحتى تلقم هثدها فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لما وجدته قال أتظنون هذه قادفة وفي رواي طاريحة ولدها في النار قالوا لا يا رسول قال لله أرحم بنا من الأم بولدها الله أكبر إخواني الله رحيم سبحانه وتعالى ومن أعظم الذكر ومن أعظم الذكر أنه سبب لشفاء الأمراض الله أكبر الحين نجد أنا سأعطيكم الآن عبر هذه الشاشة وصفة نبوية ثابتة هذه الإسالة لي يا شيخ للجميع لي ولك ولك ولكل من يشكو ألما عثمان بن أب العاص الثقفي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو ألما في جسده فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم وصفة نبوية خذوها وطبقوها ووالله كل من أعطيت هذه الوصفة يتصل عليه يقول وكأني أول مرة أسمع ويقول والله سبحان الله أدعو بهذا الدعاء وأنا موقن بالإجابة وليس أدعو وأنا أختبر أختبر الله هل الله يشفيني يستجيب ولم يهن النية لا لا أنت اجعل عملك وأنت موقن بأن الله رحيم بأن الله يستجيب فقال النبي صلى الله عليه وسلم ضع يدك على الذي يؤلمك من جسدك سواء يدك صدرك رأسك ضع يدك على الذي يؤلمك من جسدك وقل بسم الله ثلاثا وقل سبع مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبع مرات يقول عثمان فقلتها فشفان الله فأذهب اللهم أبي سبحانه جل وعلا يقين ولذلك أيضا الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو ألم في بطنه فقال عليك بالعسل سلام فحتى يعني يشكو أخوه من ألم في بطنه فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم وصفة أن يشرب العسل والفاتحة شيخنا نعم أنا أتكلم عن العسل الآن لأنه الحديث فسبحان الله يقول أتى مرة ثانية وثائر النبي صلى الله عليه وسلم فقال صدق رسول الله أو صدق الله وكذب بطن أخيك لأن الله سبحانه وتعالى يقال يخرج من بطونها شراب فيه شفاء للناس أيضا الفاتحة من أعظم نعم من أعظم أسباب الشفاء وأيضا هذه الفاتحة هي من أعظم سور القرآن وهي تسمى الفاتحة وتسمى الشافية وتسمى الكافية لها عدة أسماء كثيرة صحيح فلذلك ابن القيم من الجوزية رحمه الله يقول مرت بي أدواء وألواء لم أجد علاجا لي إلا بالفاتح الله أكبر هذا ابن القيم تلميذ شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يقول لم أجد علاجا لي إلا بالفاتح لذلك يا أخي الكريم أرقي نفسك بنفسك يا أختي الكريمة أرقي نفسك بنفسك ضعي ماء زمزم ماء زمزم طعام وطعم والشفاء السقم ما عندك ماء زمزم ضع أي ماء وانفث فيه الفاتحة وآية الكرسي المعوذتين الإخلاص ثم أشربهما بنية الشفاء الله سبحانه وتعالى كريم سبحانه جل وعلا لكن يا شيخ نحتاج مع ذلك الإيمان بأن الله جل وعلا سيشفينا بإذن الله جل وعلا